يا فاطيمة والمتعف مدينة العالمين ما تكملش من غير ما نروح للممشا السياحي واللي طوله حوالي 7 كيلو متر ومزود بيه خدمات كتيرة جميلة فاطيمة هتحكي لنا اكتر في لقاءها مع اميرة عمار مدير الممشا السياحي بالعالمين الجديدة عن الممشا وإيه اللي بيحصل فيه وهتنقل لنا الحدث كأننا موجودين هناك بالضبط تفضلي يا فاطيمة سأل الخير عليك يا فاسان تمورة تانية وفعلا احنا موجودين دلوقتي في الممشا السياحي بمدينة العالمين الجديدة وأكيد ما ينفعش ان احنا نكون موجودين في الممشا من غير ما نتكلم عن الطفرة اللي حصلت من السنة اللي فاتت وعلى مدارة الثلاث سنين اللي فاتوا كمان في الممشا السياحي في مدينة العالمين الجديد إلا ما يكون معانا طبعا المسؤول عن الممشا السياحي في مدينة العالمين الجديد أستاذ أمير عمار اتفضل سأل خير يا أستاذ أمير سأل نورة فاند اتفضل معاك زحدك فاند نورتونا ونورتو العالمين وإحنا في العالمين شرفنا بأوبوتكم وبجوة لفيف من الأعلمين المحترمين اللي هم بيوصلوا وسالتهم بأمانة وفعلا القناة الأولى هي قناة مصر الأولى احنا فعلا فخورين أنتم معنا احنا جمان فخورين بشغل حضرتك وبالطفرة اللي احنا شايفينها دلوقتي في الممشى السياحي في مدينة العالمين الجديدة بس خلينا نتكلم عن مدينة العالمين وكمان ممشى السياحي في مدينة العالمين اللي أدى إلى طفرة كبيرة جدا على مستوى التشغيل وكمان في فرص العمل المتوفرة للشباب فعايزين الكلام في النقطة دي تحديدا بصي هو مدينة العالمين لو هترجعي لها قبل ما تنشأ مدينة العشرة مليون لغم فهم الفكرة لما يكون الكلام دوت متواجد على الأرض وإحنا بعد حرب عالمية وتثابت المدينة دي مهملة لألاف يعني مش هنقوله لمئات السنين محدش بيبص عليها ونلجع تاني دلوقتي نقول مدينة العالمين بالصرح اللي احنا شايفينه دلوقتي بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي بالنقاء اللي احنا شايفينه دلوقتي لا احنا روحنا في حتة تانية خالص احنا حصل لنا تحرك ديناميكي او تيك تيكي اه عشان نعلم بالسياحة فعلا احنا متكلم مدينة العالمين مش بنتكلم عليها كمدينة اه اللي جمع سياحة لا انا بتكلم على صرحة عالمي الناس كلها بتيجي داخليا مصريين واجانب وعايزة وصل لك احنا في النقطة دي تحديدة استاذ امير عايزة اتكلم عن تأثير مهرجان العالمين في دورته الاولى والتانية على جذب السياحة لمدينة العالمين عايزين اتكلم عنها ايه كان قبل وبعد المهرجان كان قبل المهرجان وقبل ما تتبنى المتحدة والشركات اللي هي القائمة عليه اللي انا عايزة اتسألو لك كانت بتعتبر سياحة داخلية سياحة داخلية مصريين فقط يعني مصريين فقط النهاردة لا النهاردة الخليج كله عندنا النهاردة اجانب النهاردة جنسيات اوروبية موجودة امريكية الناس فعلا متواجدين معنا على الارض ودوت نمى عن طريق احنا كان قبل كده مثلا سي 500 الف السنة اللي فات كنا مليون السنة دي بفضل الله اتنين مليون يعني احنا ما شاء الله اتنين مليون زائر لمدينة العالمين مصريين واجانب مش بتكلم ان احنا نكون متواجدين على الوضع ده لا احنا متواجدين على مصار اكبر يعني احنا الحمد لله الشريحة بتاعتنا بتكبر وكمان 15 8 اللي جاي ده الابراج دي هتسكن يعني ما شاء الله رب العالمين يعني لا فيه تفرق فيه فعلا الناس بتبزي المجهود وفعلا على الارض الناس قوية مش ناس بتشتغلوا الجهاز مدينة العالمين هنا بكامل الاستوف بتاعه من اول رئيس الجهاز صراحة الناس على قدر من المسئولية الناس بتصحى الساعة ثلاثة الفجرة في ايه في العالمين عايزين نقدمه في اهم الفكرة وبيزهر ده اكتر من خلال جنود مجهولة معانا في القطاع بتاعنا الجنود المجهولة حكو تيست بتتكلمني قبل الهوى ان فيه عدد كبير جدا من الجنود المجهولة وراء هذا الصرح الكبير اللي احنا بنشوفه في مدينة العالمين الجديدة وكمان خصوصا في الممشا السياحي الممشا السياحي اللي انا بكلمك فيه جنود مجهولة ما شاء الله رب العالمين في شتى القطاعات في قطاع النظافة انت هنا في المدينة بفضل الله زيروا قمامة ما فيش الحمد لله رب العالمين حتى في عز ما بيبقى عندي البرتي او الحفلات لما بتقام عندنا في العالمين عايز اقولك المعدل بتاع سرعة استجابة عمال النظافة الجنود المجهولة فعلا على الارض ماقولكيش عاملة ازاي لا 200% مش 100% 200% الناس متواجدة على مدارة الـ 24 ساعة انت دلوقتي بتلاقي عامل نظافة شغيل جمع منك دلوقتي بتلاقي فني القهربة واقف على اللوحة عشان يساستم اللايت اللي انت شايفها ده كله دلوقتي بتلاقي فني الميكانيكا قاعد على النوافير بيزبط الدنيا بتاعته ومن ضمن الشركات اللي بتبقى شغيلة وزبطنا سرعة شركة ايدن الناس ما شاء الله رب العالمين عليهم يعني عايز اقولك على اعلى مستوى من الكفاءة ودي الشركات النامية اللي هي طلعت ما شاء الله بقت عالمية النهاردة بقى في شركات في الخليج بيقتدوا باللي احنا بنعملولها تعالوا ونفذوا كل المنجمانة تمام اللي انتو بتعملوه الفسيلة المنجمانة اللي انتو بتعملوه هنا تعالوا طبوا عندنا في الخليج تمام الادارة ادارة المنشآت عندنا هنا تعالوا ديروا الاماكن دي عندنا فاحنا كده بندي للياد العاملة بتاعتنا خبرة عالمية يعني لما يكون عندي استشاري كويس بيدي اردارات كويسة بتتنفذ على ايد مهندسين كويسين بتتبع الاشراف بتاعه كويس اللي عمالك جنود المجهولة للمتواجدين ما شاء الله رب يعني بيدي طفرة جمدة جدا على الارض وبيعلى بالرتم بتاعه حضرتك سألت سؤال من شوية قلتي ايه تأثير دوت على الفرص العمل دي نقطة مهمة جدا ان المامشى السياحي قدر ان هو يعمل طفرة كبيرة جدا في التشغيل وادى الى توفير فرص عمل كبيرة جدا للشباب فعايزين نتكلم قد ايه عمل قد ايه العدد العاملين داخل المامشى السياحي وايه الفرص المتاحة برضو للشباب هنا المامشى السياحي بيتخطى الـ 200 عامل بيقوموا على سيانة المامشى من نظافة من قهرباء من ميكانيكا من سوائين ساققين ما شاء الله رب العالمين لا احنا هنا فيه ناس فعلا على الارض متوجدين واحنا هايزة اطلب من حضركم بقى ترى ما موجود نطلب منكم بقى ترى ما احنا موجودين معاكم هنا ان احنا يعني نسمن على اليد العاملة احنا محتاجين فعلا نياد عاملة من اهل العالمين محتاجين الناس بتاعة الضبعة بتاعة الحمام الناس المتوجدين حوالين منا عشان يشاركوا في بناء الصرح بتاعهم دي مدينتكم ودي عندكم وانتوا بتقابلوا الناس هنا مضيفين وقورمة فحنا عايزين برضو الرجالة بتاعتنا اللي تمتوجدها تشارك معنا ضمن الشركات المؤهلة في العالمين وده بفعلي الناس متوجدين معنا بس عايزين نقطر من القصة دي حتى الناس تحس ان دي حاجتها فعلية بنت لأ سهمت في بناءها فهمت الفكرة انا بيجي لي ناس من المينيا ناس من صهاج ناس من لقصر ناس من اسوان ناس من القاهرة ناس من الاليوبية ناس من طنطة ناس من البحيرة ناس من اسكندرية تمام بنا عايز بقى اليد اللي هي اللي هي مؤسرة اكتر ولاد المكان انا لما اكون ابن المكان احافظ عليه اكتر انا عايزين شباب من جميع المحافظات وايضا من محافظة العالمين ايضا انا عايز الشراقة ده بحق شراقة فعلية النهاردة لما يكون كل دول في سكن واحد كل دول لا ده انا باعمل لهم زي مراك الشباب جوا الناس بعد ما متوجدة مع بعضيها فعلا بيحسوا باخوية بجد بنزلوا وتوكلوا على الله كل واحد في مكانه لا فيه هتة تانية خالص فيه ان احنا نمينا بطريقة جامدة عملنا نموه في العمل عملنا نموه في التطور لا طول الممشا السياحي قديه تقريبا هو لحد الان سبعة كيلو طولي سبعة كيلو طول اللي هو الزون سيفن سبعة زونات من اول ده نفس الطول الممشا السياحي الممشا اللي موجود في اسكندرية ولا اقل لا الممشا في اسكندرية طوله واحد وعشرين كيلو بس هنا بيميز ان اسكندرية اسكندرية يعني كبيرة جدا بسكانها بدنية لا هنا ليه طبع خاص طبع عالمي فهم فكرة هنا برايفت اكتر هنا هنا ممشا سياحي عالمي زي ما حالك بتقول في مدينة واجهة اه سياحية كبيرة جدا وعالمية زي ما حالك بتقول خلينا نتكلم على الاستثمار داخل الممشا السياحي كان شكله عامل ازاي السنة اللي فاتت وبقى عامل ازاي السنة دي حضرتك هنا الاستثمار ما كانش فيه غر اه مكان واحد اللي موجود على الممشا النهاردة ما شاء الله رب العالمين يعني عايز اقولك اكتر من خمس او ست اماكن متواجدين على الممشا بيقدموا العامة تمام علاوة على الشواطئ البفتوحة دي كلها لو انت هتبصي بها نيكي هتلاقي من الفنادق شواطئ لحد ما توصلي لحد زوم تلاتة لا كل دي شواطئ ما شاء الله رب العالمين عايز اقولك اكتر من عشرين مش هحدد تقديمة بس اكتر من عشرين شواطئ متواجدين علاوة على اللي سهمت بيه المتحدة بان هي انشاءت شواطئ مجاني فده حاجة عملت طفرة الناس كلها بيتحس لا ده بتاعنا كلنا حتى اللي بيجي لا مش العالمين بتاعت الفنادق بس لا ده بتاعت الناس اللي هم متواجدين اه فيه رتم وفيه سعر وفيه رسوم بس برضو الحاجة لازم تبقى زاد قيمة عشان نقدر نتزوقها بطعم كويس كل الاستثمارات دي شفناها في فترة الصيف هل فيه خطة مستقبلية ان احنا نستثمر وجود ممشى السياحي كبير جدا بس في موسم الشتاء واللي جذب المواطنين برضو في موسم الشتاء هو بالفعل زي ما قلت لحضرتك من يوم 15-8 هيتم تسكين الوحدات اللي هي المتواجدة في الابراج تمام وهيبتدي عليه النورسو سكوير هيبقى كامل طول السنة عندك ريكسوس ما شاء الله متواجد طول السنة بيبقى فيه هنا بإذن الله اللي بيحصل بكل ده بجذب الناس جذب الناس لما ترجع بقى سكنك هنا هتقدر يا هتتحركي هتتروحي تيجي هبقى ده مكانك هتنزلي هايبقى فيه رتم عندك لكن النهاردة احنا فيه كونستراكشن شغالين تمام وإحنا بنانمو يعني احنا الحمد لله يد تبني ويد تستقبل زي ما بقوله كده يعني هنا جهاز مدينة العالمين عامل يد تبني ويد تستقبل الناس يعني هو دلوقتي كان كل سنة بيوقفوا عملية كونستراكشن وقت العملية البناء وقت الصيف فلا كان قرار من الجهات ان العمل يكون قائم مفيش وطيرة توقف لا البناء بيتم وإحنا بنستقبل الناس وعملين لمد ان مفيش حاجة تضغي على حاجة يبقى المكان موجود في التزانية عشان نقدر يتم الرسم النهائي لمدينة العالمين وإن شاء الله يبقى مصيف جميل لكل الناس ونستقبلهم بالخير كده وإن شاء الله تكوني معانا السنة الجاية وانت بتشوفي عشرة مليون مش عشرة مليون لغم لا عشرة مليون زائر بإذن الله رب العالمين أشكرك شكرا جزيلا لأستاذ أمير عمار مسؤول الممشى السياحي داخل مدينة العالمين جديدة أشكر حضرتك فاندم أشكر حضرتك أشكر قناة الأولى وأشكر كل المهدين والناس المحترمين طبعا فعليات كتير ومستمرين في تغطيتها داخل مدينة العالمين جديدة ومهرجان العالمين في نسقته الثانية لحظة بلحظة شكرا لك يا فاطمة والشكر موصول لضيفك الكريم الأستاذ أمير عمار